بتوجهاتي ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصيفته حاكما لإمارة دبي اعتمدت لجنة تنمية وشؤون المواطنين برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد براشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي البدء الفوري بتوزيع ألفي قطعة أرض سكنية بمنطقة أم نهد الرابعة على المواطنين وذلك ضمن برنامج إسكان المواطنين الذي يهدف لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسر المواطنة وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد أولويات لجنة التنمية وشؤون المواطنين توفير الدعم الاستباقي والسريع لتوفير كافة الخدمات للمواطنين وسنعزز الجهود خلال المرحلة المقبلة ونسريعها لتكون الأحياء السكنية الأفضل عالميا هنا موسيقى